محمد الآن طبعاً رحمة الله عليه هذا يعني قضاء الله وقدره نعم لا نخالف يعني قدر رب العالمين لكن احنا نتكلم فنياً حتى رحمة الله عليه مشاري بلام صار لنفس الموضوع في مسلسل أثناء التصوير حسب علمي أنه يعني كان في هناك مشاهد كثيرة بعدها ما تصورت فشلو الآلية أنت اليوم ككاتب يوم عندك ممثل صور مشاهد وتوفر شون تكملون اشتبت تسوون شوف أول شيء الله يرحمه برحمته أعزي أعزي روحي أعزي فريق محمد عرود أعزي الكويت كلها بوفاة الفنان نعم إنسان كان يعني صعب عليه نحن أرثي ولا أقول عنه تشم كلمة لأنه جداً صعب أختزل حياته كلها جملة وجملتين يعني محمود للأسف ما قلت له الكلام هو حي كنت دائماً أتحرش فيه أقول له أنه أنت كنت بطل طفولتنا صح مسلسل نادر مسرحية سندريلا في الدولة إحنا كنا كنا ودنا نصير نفس نادر الشيطان هذا اللي شون يتحجب المعلومة اللي أنا بأكد عليها أن أبو حمود صور أكثر من تسعين بل من المشاهدة اللي باقي له ترى كان عشر أو اثنى عشر مشهد قليل قليل جداً جداً عزين فلا هو صور وايد بداية التصوير كان في بيته يعني بلشنا أول يوم معاهوه وصور أغلبة مشاهد جاءت مشاهد وايد خروج الشخصية من اللحداته شون رح يكون هو أننا نحن تعرفين أن نصور مو نفس السيكونس نصور شي بحق ثلاثين شي حلقة واحد وهو صور وايد اللي أقدر أقوله أنه في مشاهد مهمة صح أنه كانت في السوق في حفيزة ما صورها راح نتحاول معنى ذلك هو صور ثلاثين خلص يعني من حلقات النهائية بس اللي بالنص البطن نحن نقول بعد ما أشياء ترى رتوش بسيطة اللي بقت في النص ما صور راح نتحاول نتداركها دراميا بس أنه لا بحمود صور معظم مشاهده ومسوي كاركتر وايدي دي نحن لدينا صورة كاركتر بالمسلسل نعم هذه صورة البوستر طبعا أمس أخونا المنتج عبدالله أبو شهري وهو اللي نزل هذه الصورة وأنا علقت أن عساس لا يقولون ليش هالصورة تحديدا هذه آخر صورة صورها الفنان في اليوم اللي احنا كنا نسولف فيه كنا قاعدين نصور أيضا غير المشاهد البوستر فهذه آخر صورة كانت لك كان قاعد أهو شذي قاعد يسولف معي وأنا كنت قاعد بكاركتوري وشواربي هذي ولبسي كامل بالكاستو مالي كله وأنا قاعد أسولف معاه كان بهزي وبهل لبس تحديدا ومثل ما تفضل أخوي محمد يعني أنا ودي أبي طلب بس صغير منكم لأنكم موجودين يعني خالد انت بعد استاذ كبير وكيد الكاتب موجود ودي يعني تنكتب يعني على روح الفنان الراحل جاسم عباس هذا المسلسل هذا وراح يصير في زود محمد علي رود اثنين هذا يعني أنا ودي اسمه أول شيء قبل اسم حتى المسلسل أتمنى منكم هذا الشيء هذا الكلام صار في نقاش بيننا وبين اللي هو استاذ عبدالله بشهري ثق تماما احنا رح نسوي كل اللي نقدر عليه وأحسن لأنه وهو بدعم مننا أيضا يعني كمنتج عمل أن يصير هذا الشيء مش لشيء لأنه فعلا هذا الإنسان احنا عشنا معه أجمل أيام وأجمل لحظات وأجمل لحظات أنا ودي أسألك استاذ محمد هل كان رحمة الله عليه راضي عن الدور حاب شخصيتها يعني كان فيه نوع من التحدي بالشخصية كان يشغل الفتاق يأخذي يعطي خلال شو قلت هو من حسن حظ اشتغلت معه مسلسلين النامو السنة طافت ومحمد عيرود هالسنة وهو كان فيه شيء غريب عنده عطش حق التمثيل بشكل فضيع عنده لا يلا هلا الله طاقة مو طبيعي ما يدش اللوكيشن تحس فيها فكلما تناقشنا بشخصيته هالسنة الشخصية كومودي شوية ولا مشاهد معينة بينهوة نصاب ولا يبيني نهوة فقررنا شكله يكون بهذه الطريقة كان حريص على المفردة كان يناقشني لو أقول بهذه الطريقة لو نسوي بهذه الطريقة يعني كنا نصور مرات مثلا ثمان مشاهد أو نصور ثمان عشر مشاهد في اليوم نفس الطاقة وكان يعشق يعشق أن يكون موجود في اللوكيشن حتى لو ما عنده تصوير كان يزور أن يحب يكون موجود في اللوكيشن جدا كريم مع المثلين يمثل معهم من المشاهد الثانية لا يحاول يركب فيه أن يركب فوق المثل الثاني لا ينسجم معه يعطي مساعة يعطي مساعة لا هو من جيل وعريق وبالنهاية فنان مسرحي فيعرف شون يؤدي طريقة ويؤدي الشخصية بطريقة حلوة شو أقول لك شعلا من النشاط كنت استمتع لما تشوفها يؤدي شخص خصوصا حتى بن ناموس كان شخصتنا محقق وطريقة أداء أن حتى دخل كوميديا بطريقة ضحك حتى مشاهدة مع عبدالله الزايد كان هو الصحفي معاب المخفر كان يرتجى الأشياء إحنا نوت من ضحك في اللوكيشن كان طاقته جميلة جميلة فوق ما تصوير